طيب خلينا نبلش اول اشي بطاقتك يا برج الجوزاء عم شوف حاليا انت عم تركز على عم تركز على كيف تشافي حالك كيف تداوي حالك مركز اكتر عم تهتم بصحتك اكتر عم تهتم بحالك اكتر عم تحب ايضا تطلع في الطبيعة او عم شوفك شخص مش عم يلتزم بالطرق التقليدية لحل الامور او للعمل مع الامور عم شوفك عم تتخذ طرق غير تقليدية لحل الامور ايضا من الناحية المادية عم شوف انه انت مركز اكتر من الناحية المادية في عندك حاليا عم تحس بردى ردى نفسي عم تحس انت بالوضع المادي وايضا بالوضع العاطفي عم تشتغل اكتر وصلت الى مرحلة اللي انت عم تحس فيها بالردى النفسي عن وضعك المادية ممكن عم تفكر بانك تتطور اكتر من الناحية المادية وايضا من الناحية العاطفية ولكن انت حاليا في مرحلة راضي فيها عن نفسك وراضي فيها عن اللي بيصير عم تشوف فقط من الناحية العاطفية او للبعض منكم من الناحية المادية لانه فيها عندك اوراق مادية كتير طلعات فبين انك مركز اكتر الوضع المادي ولكن للبعض منكم عم تشوف انه انت عم تحس انه انت عم تبذل اه من جهود ومش عم يعود عليك بالنتيجة اللي انت ردك ياها البعض منكم عم يحس انه عم يحط كتير في العلاقة عم يحط كتير بالشغل عم تعطي من حالك كتير وايضا عم شوف انه انت عم تاخد الامور بعفوية عندك يعني عم تاخد الامور اكتر بعفوية عم تخليها تمشي اه متل ما متل ما الله بيريد عم شوف ولكن بنفس الوقت عم شوف انه في عندك خط واضح انت عم تبشي عليه لانه عندك ايضا The Emperor Card The Emperor Card شخص بيعرف شو هو بيريد فاذا انت بالعلاقة مع حبيبك مع شريكة بتعرف انت شو بتريد من العلاقة ولكن بنفس الوقت مش عم تضغط الامور يعني عم تخليها تمشي متل او تيجي متل ما هي تيجي ولكن يعني تضرر نفسيا عم يحاول يشافي حاله داوي حاله نفسيا في عنده حبيبك في مفترق طريق في عنده شيئين لازم يختار منهم شخصين انت العلاقة وعمل وظيفة العلاقة او العائلة في امامه شيئين عم يحاول يوثق بينهم وهو حاليا في متناقض نفسيا او غير قادر على اتخاذ القرار حاليا فهو عم يركز اكتر كيف يشافي حاله كيف يداوي حاله عم شوف انه من ناحية نفسية مشوش عم يحس انه عم يحس بخسارة من نوعين ما للبعض منكم اللي انت مش عم تحكي مع الحبيب والشريك هو عم يحس بخسارة عم يحس انه خسر اشي عم يحس انه خسرك انه خسر العلاقة في عنده مشاعر واحاسيس بالذنب كتير عميقة الشخص اللي عم تتعامل عم شوف انه عم شوف انه حاليا نفسيا كتير متضرر هالشخص كتير تعبان عم يحس بي ندم ممكن ممكن انت اللي تكون تركت العلاقة او افترقت مع هالشخص ولكن هو التغيرات اللي عم يحس فيها حاليا عم يشوفها مفاجئة ما كان يتوقعها عم يحس بخسارة بخسارة بالحب العاطفة عم يحس انه خسرك خسر التواصل عم يعيد ويزيد بالتفكير بالبعضي عم يركز اكتر على الجانب السلبي بالعلاقة بالنسبة لتعقدكم المشتركة او ممكن نشوف واحد من الاسباب اللي اللي ادت لو يعني وجود مشاكل بينكم فيه بينكم غيرة كتير فيه شخص عم يغار كتير على الشخص الاخر متحكم فيه شخص متحكم بيحب انه الامور تمشي متل ما هو بيريد او بيحب يعني يتحكم بالشخص الاخر او كأنه يمتلك الشخص الاخر لانه عم شوف المشاكل اغلبها يعني عم تنبع بسبب انه هالشخص بيحبك كتير او بسبب وجود مشاعر عميقة كتير بينكم ادت الى وجود غيرة عميقة بينكم فيه شخص بالعلاقة كتير متحكم بيعتبرك فيه طرف بالعلاقة بيعتبر الطرف الاخر ملكو فايضا ممكن هالشخص جسديا كتير بيغار عليك او انت بتغارع على هالشخص جسديا كتير لانه ممكن يكون محوط باشخاص عدة وانت او هو مش عاجبه هالاشي مش عاجبه شخص الامامي طرف الامامي مش عاجبه انه فيه اصدقاء كتير حواليك وهالاشي وهالاشي ادى الى وجود حواجز بينكم والسلوب دفاعي والسلوب هجومي بينكم دفاعي وهجومي يعني انت دائما مستعد على اهبة الاستعداد لاي اشي عمشوف ايضا واحدة من الاسباب اللي عم تعيق العلاقة بينكم التواصل بينكم انه انتو كتير مركزين على الماضي اللي صار بالماضي يعني فيه اشخاص البعض منكم متحزن انه الامور كانت افضل بالماضي افضل مما هي عليه حاليا وبدو الامور ترجع مثل الماضي او تكون مثل الماضي ما فيه ما فيه عقلية منفتحة ممكن لانه الامور ممكن يعني دائما تتغير الامور فيه شخص متمسك بالتواصل القديم اللي بينكم المشاعر القديمة اللي بينكم نشوف خطوتك انت بالمستقبل الخطوة القادمة لبرج الجوزع سيلف لاوف فانت مركز كتير ورح تركز اكتر على حالك انه عم شوف انه انت ممكن حسيت انك عطيت كتير لها العلاقة ولها التواصل فانت مركز حاليا اكتر على حالك ايضا ايضا عم شوفك عم تحس انه الاشي اللي ساويته للبعض منكم اللي اختار قرار معين او اشي معين عم شوف انك راضي عنه وعم تحس انك طلعت من الموضوع منتصر مركز على الجانب الروحاني كتير بحياتك في المستقبل خطوتك يعني للمستقبل رح تركز اكتر على الجانب الروحاني لانه انت بتحس انه هاي هي الطريقة الوحيدة او الطريقة الصحة الافضل لحل الامور انه انت تركز على حالك تشتغل على حالك تطور من حالك انه مش مش كل اشي فيه عندك القدرة على حل المشاكل فيه بعض الاشي انت لازم تشتغل عليها جوه حالك وهو لازم تشتغل عليها ايضا جوه حاله فعم شوف في المستقبل انت عم تفكر لسه باستقرار بدك اشي مستقر بدك على الناحية العاطفية او من الناحية العاطفية بدك تكون اسره ولكن عم شوف انك بالمستقبل ناضج اكتر لانه عندك بكروتك او بالطاقة الحالية عندك اغلب الكروت شخصيات صغار او شخصيات غير ناضجة او غير متشور عقليا ولكن بطاقتك للمستقبل عندك ملكتين queen of wands و queen of swords فبيبين انه انت من خلال self love من خلال الشفاء الذاتي رح توصل الى مرحلة اللي انت تكون فيها ناضج فكريا يعني يعني حتى بحكمك على الامور وبحكمك على العلاقة وباتخاذ القرارات بها العلاقة رح يكون منظورك منطقي اكتر رح يكون منظورك لوجيكل اكتر او في حكمة اكتر انه انت مركز على الجانب الروحاني ايضا فاي قرار رح تختاره مش رح يكون قرار بناء على يعني قرار متهور مش رح يكون قرار متهور من نسبة للخطوة القادمة للحبيب او للشريك رح يمر بتغيرات هالشخص وعندك ففي اشي بحياته هالشخص عم يسكر فيه حاليا كارما لازم يحلها او ايضا عندك بصراحة الشخص اللي انت عم تتعامل معه اغلب العقبات اللي بينكم اغلب العقبات اللي بينكم هي عقبات في داخل هالشخص يعني في عنده بالدفل فهالشخص من جوع بعقل الباطني في عنده عادات لازم يتخلص منها اشياء لازم يتخلص منها دويل في عنده تغيرات لابد من انه تصير ولكن هو عم شوفه بده يحكي لانه تواصل ايضا تواصل سريع فهو البعض منكم اللي مستني خبر من هالشخص عم شوف بخطواته بالمستقل في عنده نية انه هو يحكي معك والحكي رح يكون عم شوف على جانب صداقة اكتر يعني رح يحاول يرمم الامور اللي بينكم او يصلح الامور بينكم بانه يكسبك كصديق قبل ما انه يكسبك كحبيب لانه هو بيشوف انه هاي هي الطريقة الامثل لحل الامور ممكن يكون التغير بالسلوب الحكي معه انه رح يحكي معك بطريقة مش كتير او ما فيها كتير غزل او مش كتير مشبعة بالعاطفة ولكن ممكن تكون على جانب الصداقة اكتر انه بشوف بده هالشخص يكسبك كصديق كصديق طبل ما انه تكون حبيب ايضا ايسوف سورد تواصل رح يكون في اشي رح يعترف فيها الشخص في عنده اشي بده يعترف فيها الشخص بده يحكي فيه طيب بدنا نشوف طاقتكم المشتركة للمستقبل في حدا في طرف لانه هال هالطاقة بينكم مشتركة ففي طرف عم يتبنى طاقة او شخص دائما بيحكي الى الطرف الاخر انه انا مظلوم دائما انت دائما تظلمني انت دائما بيتخذ هالطريق طريق انه يحسس الطرف الاخر بالدمب ايضا عم شوف اغلب الكروت اللي طلعت عندكم يعني اغراق جميعها مادية هون او ارضية فالطاقة بينكم طاقة الارضية عادة تكون طاقة كتير بطيئة بالحركة فالتحرك بينكم رح يكون بطيئ ايضا رح يكون فيه تحفظ كتير من الطرفين باضهار المشاعر بينكم رح توصلوا الى مرحلة تحسوا فيها انه فعلا انت عم تحط مجهود وهو عم يحط مجهود ولكن هم شوف فيه طرف منكم رح يرسم حدود رح يقرر انه يحط حدود في هالعلاقة لتجنب انه الامور ما تطلع خارج انطاق السيطرة يعني انتوا فهمتوا عم شوف الطاقة المشتركة في المستقبل اغلبكم فهموا انه حتى ولو هي علاقة عاطفية لابد من انه يكون فيه حدود ومساحة خاصة بكل طرف بكل طرف لابد انه يكون فيه مساحة لالك مساحتك انت الخاصة ومساحة لاله مساحته الخاصة فعم شوف بالمستقبل فيه تحفظ رح يكون حدود ايجابية يعني هي حدود مش سلوية فيه رح يكون بينكم حدود بمعنى انه ما حدا يتجاوز اه مساحة الطرف الاخر ايضا عم شوف فيه شراكة بالشول تواصل بينكم رح يكون افضل فيه عندكم مواضيع اكتر تحكو فيها تواصل رح يكون صريح اكتر مش رح يكون فيه مشاكل اكتر يعني واستحقوا مع بعض فيه نوع منضج لحل المشاكل حتى لو فيه مشاكل رح يعني تتناقشوا توصلوا الى تفاهم مشترك بينكم شغل مشترك بينكم ثلاثة فيه شراكة بالشغل انت مجرد ما انك تشتغل على حالك وهو مجرد ما انه يشتغل على حالك هاي تعتبر شراكة في المجهود لانه انت عم تحاول تحسن من هالعلاقة وهو عم يحاول يحسن من هالعلاقة الحلو صراحة بخضوات المستقبل الطاقة الطاقة المستقبل جميعها الحلو فيها انه عمشوف فيه مضج كتير كبير بينكم بيبات من بطاقتك انت برج الجوزاء عمشوف انه فيه مضج وكبر بحل الامور فبتوقع انتو بالمستقبل رح توصلوا الى مرحلة او حاليا ممكن انتا اريدي عم تفكر بهالاشي جميع الخطوات اللي رح تاخدوها والقرارات رح تكون مبنية على للمستقبل يعني اي قرار رح تتخدوه رح تفكر انه للمستقبل عمشوف انه بدكم تبنوا مستقبل مع بعض مجرد ما انه انتو تحط مجهود على حالك وهو يحط مجهود على حاله هاي هي طريقة اللي لحتى تصلحوا العلاقة فيها وتكون افضل اوكي حبار ببرش الجوزة اوكي حبار ببرش الجوزة